عصيفرة في هذا الحي بالضبط يتذكر محمد المأساة التي تعرض لها هو وأولاده الثلاثة قبل سنة عندما سقطت قذيفة أطلقتها الميليشيا وسط هذا الحي السكني وأصابت العشرات ما بين قتيل وجريح معظمهم من الأطفال كان هناك الأطفال يلعبوا في هذه الساحة تسعة أطفال وحاءوا شيبة موجود ومعتوا جميعهم بسبب القصف هذا الذي وقع علينا الصاره وقع في هذا المكان وأنا أصيبت في عيني واستشهدوا ثلاثة من أولادي وجريحة البنت الرابعة عندما اندلعت الحرب في المحافظة خصوصا في المدينة نزح الكثير من السكان جراء القصف العشوائي اليوم عاد البعض منهم إلى هذا الحي وطنهم الصغير الذي عاشوا فيه ولذلك وجد فريق الرزي وتوثيق الانتهاكات فرصة هنا لتدوين الكثير من القصص والمآسي التي ارتكبتها الميليشيا حيث جمع أعضاء الفريق الأدلة مستمعا للشهود فيما كما يرون أنها جرائم لا تسقط بالتقادم من الضرورة النزول إلى المنطقة ومعينة الضرر الذي أصاب جميع الناس أصاب المنازل أصاب الضحايا أيضا معينة عمق المقذوف إضافة إلى دراسة أيضا المقذوف ونوعه وبالتالي هذا الإقراء الثاني الإقراء الثاني بالتأكيد سوف يكون هو الخروج بخلاصة وتوصيف قانوني لما حدث ضمانا كما ذكرنا لحق الضحايا الأطفال وأسرهم والجميع بتتبع ملاحقة القناة لم تتوقف الحرب والارتكاب الجرائم والقتل والجرحاء لا يزالون يتساقطون في أرقام جديدة وليس من هذا الحي فقط بل من معظم أحياء المدينة جرائم الميليشيات الإنقلابية ألم يحذوه آمل بمحاكمة عادلة تطال من ارتكب هذه المجازر بحق المدنيين من أبناء مدينة تعز وليس هذا النزول سوى أول الخطوات نحو ذلك حمزة أمين قناة بلقيس تعز اشتركوا في القناة